ولم تتأثر الليلة التركية كما كانت في ضعف ولكن لطيف مستقر صعودي إذن تذكر بأنه بالنسبة لخفض الفائدة وصل لفئة الأحد إلى 9% ولكنه لم يكن أو تكن الحالة يعني خلينا نحكي كما كانت فيه عند كل تخفيض يجريه البنك المركزي بالفعل أنا ذاك تذكر فيها في 2022 عند كل انخفاض وانخفاض الفائدة تأتي بعدها الموجة بأن ننتظر الليلة التركية ستنهار بالفعل ما الذي تغير في هذه النقطة؟ الدورة التدريبية سيد محمد من دون مبالغة الليلة التركية يصادفها من فترات طويلة حرب عليها من بداية 2022 تم معرفة كيف ممكن مجابهة هذه الحرب طبعا بالإضافة لتصرفات البنك المركزي في كتير أمور حصلت على سبيل المثال الودائع المحمية من أسعار الصرف ما يقارب 110 مليار ليرة اثنين التفكير الدائم بالتقليل الفائدة التركية هذا يؤدي إلى التشجيع على الاستثمار وزيادة الصادرات وتقليل العمالة وتقليل المعدل البطالة وزيادة العمالة من أجل زيادة النمو لأدام شو اللي عم يصير بهذه الحالة عم يزيد الطلب على الاستثمار في تركيا وبالطالي الطلب على الليرة الأمر التالي اليوم ديون تركيا ما يقارب 442 مليار دولار الكلية 187 مليار دولار ديون قصيرة الأجل سنة أو أقل 70% مما تم ذكره ديون شركات خاصة سيدك الله ليست ديون حكومية ليش وقت بيكون البنك المركزي الأوروبي فالفائدة عنده صفر وأنا الفائدة بتركيا 24% من زمان طيب بعدين صارت سبطة إلى آخره لن أقترب من البنوك التركية سأقترب من البنك الأوروبي سأقترب من البنك الأمريكي سأقترب من البنك الياباني إلى آخره فأيضا تقليل الفائدة بالإضافة إلى التشجيع على الاقتراض تشجيع المستثمرين المحليين على الاقتراض من بنوك البلد وليس الاقتراض من البنوك الخارجية وبالتالي الحقيقة الليرة التركية اكتسبت قوة كبيرة بهذه العوامل وأمر إضافي أيضا استثمارات الخليج إن كان من السعودية 5 مليار أو إن كان من قطر 8 مليار اشتركوا في القناة